السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رمضان سألوا إلهام شهين انت بتصومي وبتصلي ولا لأ؟ فانهارت وصدمت الكل بإجابتها الصريحة لايكم طبعا عشان يوصلكوا كل جديد مع دخول شهر رمضان مبارك قعدت جمهور تدير والتصريحات للفنانة المصرية إلهام شهين كشفت من خلالها تعلقها بالصلاة وبالصيام وفجأة الكل لما تكلمت عن الموضوعه ده وقصارت جدل كبير جدا حول حقيقة تعليم والديها ليها للتعليم الإسلامية الخبر ده كانت الفنانة مصرية تكلمت عنه في إحدى لقاءتها التلفزيونية وفجأة الكل وكشفت حقيقة تعلمها للصلاة في البداية كشفت إلهام شهين عن تأثير مدرسة الرهيبات على سلوكها وأشرت أنها تعلمت الصلاة من خلالها بجانب الحديث عن بدايتها في الفن أكدت أنها تعلمت الصلاة من مدرسة الرهيبات عشان كان عندها حصص تربية دينية وأكدت أن المدرسة أثرت على سلوكها بشكل كبير وتعلمت أنها ما تجذبش عائلتي ما كانتش بتصلي وما شفتش والدي أو والدتي بيصلي قدامي أبدا لكن لما بقيت في المرحلة السنوية أمي أصبحت متدينة بشكل مبالغ فيه وأنا اخترت طريق بنفسي بالرغم من معارضة والدي إلي واتطرقت للحديث عن رحلتها في التنوير والتدبر في القرآن وقالت مين فينا اختار دينه لازم كلنا نفكر واللي مش بيفكر محروم من إنسانيته وأنا دايما بفكر من وانا طفلة لأن فينا عقل وما ينفعش نمشي وراء مسلمات مش منطقية لازم كلنا نفكر ونتدبر في الدين ونختار اللي احنا عاوزينه وبكده وصلنا لنهاية الخبر ترجمة نانسي قنقر